اشتركوا في القناة اشهد سعادة الدكتور جمعة بن احمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان بالانجازات الرائدة التي تحققها السلطنة على مختلف الاصعدة واعتبر الكعبي ان جمعية صداقة العمانية البحرينية تمثل انجازا يضاف الى رصيد الانجازات بين البلدين الشقيقين مشيدا بالجهود التي تبذلها الجمعية من برامج وفعاليات ومنتديات تسهم في توطيد العلاقة بين الشعبين الشقيقين مؤكدا ان هذا الاحتفال يترجم قوة ومتانة العلاقات الاخوية والودية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من جانبها اكدت رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية السيدة ردينة بنت عامر الحجرية ان العلاقات بين البلدين الشقيقين وطيدة وتاريخية ومتطورة ومتنامية مضيفة ان الجمعية تعمل على تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المستويات عيث تم تنظيم فعاليات وبرامج وزيارات تسهم في تحقيق الهدف المنشود من تأسيس الجمعية ترجمة نانسي قنقر